للعمل عن بعد ولضمان بقاء المنافسة مشتعلة مع تيك توك تعيد متى توزيع مدرائها التنفيذيين الكبار ديموغرافيا في مدن مختلفة حول العالم فالتوجه الجديد للشركة أدى لانتقال العديد من المدراء الكبار من ودي السيليكون في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة للعمل عن بعد لكن بالمقابل عن قرب من الأسواق الأوروبية والعالمية وذلك بعد مواجهة كل من فيسبوك وإنستجرام منعا من استيراد البيانات الشخصية للأوروبيين وسط مخاوف وتحذيرات من أنها قد تحتاج إلى الانسحاب من سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم حوالي 15% من قاعدة مستخدميها يذكر أن شركة متى كانت قد أعطت موظفيها حرية الاختيار بين العمل عن بعد أو العمل الهاجين وتشجعهم على قضاء نصف وقتهم على الأقل في المكتب والتوجه نحو هذه الخطوة يصب أيضا في صالح المنافسة التي تعيشها الشركة مع تيك توك فميتا تعمل على توسيع دائرة مكاتبها وتعديدا في لندن بعدما فقدت نصف قيمتها السوقية خلال هذا العام وحده إضافة لخسارتها اليومية لعدد كبير من مستخدميها النشطين